موسيقى مساحات فلاحية وأراضي خصبة جدت بخيرتها هذا الموسم ففاق محصول الحبوب المحصود الثمانين والعشرين ألف قنطار البيض عينة من ولايات فلاحية صنعت التحدي وساهمت في إنعاش الفلاحة الصحراوية تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية البيض سخرت كل إمكانيتها لجني المحاصيل الزراعية وإنهاء موسم الحصاد والدرس وفق الأهداف المحددة مسبقا وفقنا الفلاح في عملية الحصاد بالوسائل المتوفرة لدى التعاونية من آلات حصاد واستقبلت التعاونية أكثر من ثمانية وعشرين ألف قنطار منها خمسة وعشرين ألف قنطار قمح صلب وبالنسبة المكثفية البذور كانت أكبر أكثر من سبعمائة قنطار بداية التحذير لموسم الحرث والدرس بدأه القطاع الفلاحي بالبيض بإجراءات ميسرة لمرافقة الفلاحين سيما من الجانب المالي من خلال القرض الرفيق والدعم المباشر بالأسمدة والبذور الهدف هو تشجيع الفلاحين على مواصلة خدمة الأرض في الموسم الحرث والبدر الموسم الفلاحي الفين وعشرين الفين وخمس وعشرين ستعاوني إن شاء الله ترافق الفلاح بأنها فتحت نقطتين لقرض الرافق شبك الموحد أن نرافق الفلاح تعاونية ستعاون الفلاح بالأسمدة والبذور وإن شاء الله في الحصاد الفلاح سنقطع المبلغ الذي عاوننا به الفلاح في الحصاد فلاحون استحسنوا المبادرة التي ستساهم في توسيع الأراضي الفلاحية المزرعة وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجههم طيلة الموسم الفلاحي تبالي بلي مبادرة مليحة قد يكون الفلاح دائما في البداية تكون عندها صعوبة في التمويل وكذا مع هذا القرض الرافيق إن شاء الله تكون فيها خير أفاق واعدة يسخر بها قطاع الفلاحة بولاية البيض سيما في مجال إنتاج الحبوب من القمح الصلب ومكثفي البذور مؤهلة من شأنها المساهمة في جعل المنطقة كإحدى أهم الأقطاب الفلاحية التي ستساهم في تحقيق الاكتفاء الغذائي لبلادنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر